السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود ربيح اكلمكم النهاردة على افضل شجرة مزهرة ريحة عاملة زي ريحة الفل والياسمين بتتحمل الحرارة تنفح في العراق المملكة العربية السعودية الجزائر طبعا من افضل اشجار اللي بتتحمل الحرارة كمان الريحة بتاعتها ريحتها زي ريحة الفل والياسمين زي كده الظهور بتاعتها تقدر انت تزرعها في صقيص النهاردة هتكلم على شجرة اليسمين الهندي طبعا شجرة اليسمين الهندي من النباتات الجميلة جدا تنساش دعمنا باللايك والشير وشارك وكل جديد ان شاء الله على الصفحة بالنسبة لزراعة اليسمين الهندي اليسمين الهندي بتزرح طول العام ان انت بتقص منه غصنه وبتشيل منه كل الورقة وبتبدأ ان انت تزرعه فيه على طول باستمرار بينفع فيه بينفع فيه على طول في الصيص دي حاجة الحاجة التانية ان انت بالنسبة للعنابي بتسقيه كل يوم مرة واحدة بس في الشتاء كل 3-4 ايام ده بالنسبة ليه اليسمين الهندي كمان ريحة فواحة الظهور بتاعته ريحتها فواحة جدا 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 فدي بنصح بيه وكمان غير مخربة للجدار يعني انت تقدر انت تزرعه حوالين الصور حوالين البيت وتقدر انت كمان انت تزرعه فيه اسقيص لمدة سنوات لان الجزور بتاعته ضعيفة جدا مش كبير تنساش تعملك كده باللايك طبعا زي ما انتم شايفين كده الورقة بتاعته ودي كده تيه ودي الظهور بتاعته جميلة جدا وعلى فكرة فيه منه نوعين فيه نوع منه الوردة بتاعته بتكون بيض النوع التاني بيكون الوردة بتاعته بتكون حمرة زي كده تيه طبعا لو جعله من او تريبس او اي حاجة بتقدر انت ترشه بيه مبيت فتاك واحد وبكده وبكده تقدر ان انت اه تفضل عندك الشجرة طول الوقت وتكون جميلة جدا زي ما انتم شايفين كده ما نستاشت عمنا باللايك والشير واي سؤال سماد حيواني اللي هو سماد بلد معقم بالنسبة ما تزودش لو انت هتزم والافضل انت تسمده بتفلي القهوة وبالشرق البيض هيكون افضل لي لان ده ما بتحملش الان بي كي فاحنا ننصح ان انت بتحطلوش ان بي كي عشان ما يتأثرش معاك زي ما انتم شايفين كده طبعا الشجرة بتوصل لحوالي تلاتة اربعة متر زي ما انتم شايفين بس احنا جايبين لك اهيه وتقدر تنسأل عليه وتقدر تهدو سكرين شوته للشاشة ده اسمه الياسمين الهندي فكل بلد بتختلف من مكان لمكان فانا بنصح بيه كمان تقدر انت تشتري لزهراته حمرة بس ده مشكلته حاجة واحدة بس اني بالنسبة لي الشجرة نموها بطيئة جدا فدي بتاخد معاك وقت عبال ما بتكبر لزا بتلاقي سعره غالي في المشاتل بتلاقي سعره غالي في المشاتل فانت تقدر لو عند جارك مسلا شجرة ولا حاجة تقدر انت تقص منها غصت وتبدأ انت تزرحها باستمرار ادعمنا باللايك والشير وشارك وكل جديد ان شاء الله على الصفحة اهو ده اسمه الياسمين الهندي ادعمنا باللايك ما تساش تابعنا على الفيسبوك على اليوتيوب وكل وكل سنة وحضراتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته